اشتركوا في القناة read and choose the correct words to complete the conversation الآن يجب أن نقرأ ونختار الكلمات الصحيحة استمعوا أعزائي الطلاب إلى المحاورة بشكل جيد لتتمكنوا من إيجاد الكلمات الموجودة في المربع الموجودة أمامكم ترجمة نقرأ ونختار الكلمات الموجودة ترجمة نقرأ ونختار الكلمات الموجودة ترجمة نقرأ ونختار الكلمات الموجودة ترجمة نقرأ... ترجمة نقرأ ترجمة نانسي قنقر عالوي محاولة وعالوي محاولة ثم فهلاة وعالوي محاولة وعالوي محاولة محاولة بمحاولة في الصورة على الأحيان نوع من نوع من واحدة is wrong number one is wrong you should write wrong here and number two number two is food food three three is chips chips and now for grilled grilled we have five five is boiled and six is vegetables vegetables number seven is lemonade and number eight is glasses glasses and this is what we should do to complete this conversation وفي هذه المحاورة استمعنا الى ليلى ورشيد يتحدثون ليلى تخبر رشيد انه لا يبدو عليه الكثير من الطاقة والنشاط انه شيء فيجوبها رشيد هذا صحيح انا لا اشعر بالنشاط فنيلى تقترح انه هذا ممكن يكون من نوع الخاطئ من الطعام فتقترح انه المدرب قال انه اقرر انه ينطي نوع او نظام غذائي خاص على انه يكون هذا صحيح وهو تعت been to any last recognition او كتبت له او كتبت له من الطاقة اللي يجب ان يأكله رشيد يقول أن هذا سخيف وهل لا أستطيع أن أكل البورغر ولا يجب أن أكل الجيبس مثلا ليلا تخبره أنه هناك الكثير من أنواع الطعام اللي يستطيع أن يأكلهم مثلا يستطيع تناول الدجاج المشوي مع البطاطا المغلية والبوتيتو والخضروات الخضراء فيسأل رشيد هل يستطيع تناول الليمونات تقول لا لا تستطيع يجب أن تشرب الكثير من الماء يجب أن تناول الدجاج الماء لذلك يجب أن تشرب 8 أقضاح من الماء في اليوم وشيء آخر لا يجب أن تذهب إلى النوم متأخرا رشيد يسأل كم ساعة من النوم يجب أن أنام كم ساعة من الماء في الليلة فتقول له ليلا على الأقل 8 ساعات من النوم في الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء في الصف الخامس الإعدادي درسنا هذا اليوم هو نمتلك لسنطو بمودلز اليوم رح نشرح شوي قواعد من لسنطو We have models. Models are verbs that can be used in affirmative to express permission and in negative to express permission. We have models that can be used in affirmative to express permission. We have models that can be used in affirmative to express permission. فهذه الأفعال تستخدم بإعطاء الرخصة وأيضا بالمنع. أدنى الpermission الرخصة يعني المنع. These models are can, can't, should, shouldn't, must, must. Can, can't, should, shouldn't, must, must. All these models are used with the infinitive. نستخدم هذه الأفعال كلها مع الفعل المضارع المجرد. يكون وراها دائما فعل مجرد. والآن نلاحظوا بعض الأمثلة عزائي الطلب والطلبة. بشلون تجينا هذه الأفعال شون مطلوبة من قدنا شون نفتهمها نسوي جملة عليه. نمبر 1. Give permission to your friend to use your mobile. أنطي رخصة إلى صديقك لإستخدام الموبايل المالتك. أدنى You can use my mobile. You can use my mobile. استخدمنا. الفعل كان على مود ننطي الرخصة لإستخدام الموبايل. نمبر 2. ممكن تجينا هذه الأفعال كاختيارات. There must can or should be a teacher in the lab. يجب أن يكون هناك معلم في المختبر. طبعا هنا نستخدم must because it is a rule. هذا قانون ولازم يكون أكو معلم مع التلاميذ في المختبر. فنستخدم must. لازم تعرفون أنه must is the strongest. must هي أقوى أداة من هذه الأدوات. وعندنا should is the weakest. نستخدم must in giving instructions. عادة must نستخدمها بإعطاء التعليمات. أيضا في التعليمات المكتوبة. دائما على الباكيتات أو الكراتيم والأشياء. تلاحظون مكتوب must يعني ليعطاء التعليمات. 3. تتعليمات التعليمات من قبير التعليمات. تستخدم must. إمنع أو حذر، إمنع. تتعليمات الحصولات هي فعلا. معنى إنع. إمنع صديقك من نسخ الواجب. تستخدم must. هنا محددنا بالسؤال أنه نستخدم الأداة must. تستخدم must. يو مصلت كوبي ده هومورك مثل ما تلاحظون طلابي العزاء انه بالسؤال اجتنا كوبيينج يعني استخدم الفعل مع اي ان جي احنا من اجينا استخدمنا يو الفاعل بعدين مصلت الفعل اللي كان مطلوب من عندنا وكوبيينج تحولت الى كوبي يعني احنا عدنا بقاعدة يقلنا هذي الادوات يجيوا وراها فعل مجرد فلازم نحول الفعل من اي ان جي الى فعل مجرد ونكمل الجملة مبار فور يوز شو تبريت يور فريد فروم بينك ليت هنا يطلب من عندي انه استخدم شود لمنع صديقي او اصدقائي من الحضور متأخرا طبعا هو بالسؤال قال شود استخدم شود لكن ما اقدر اقول لي يو شود بي ليت رح يصير الجملة بلا معنى لاني لازم احضره من كونه متأخر فرح اقول لي يو شو دينت بي ليت انتبهوا على هذا الشي هو صحي يقولك بالسؤال استخدم شود بس اذا كان معنى الجملة غير واضح او غير صحيح رح تكون شو دينت شو دينت بي ليت شو دي هنا تعني شو د او شو دينت والان اعزائي الطلبة رح نجي على استخدام الموديلز في السؤال موديلز موديلز رح نستخدمها موديلز موديلز استخدامها بالاسئلة تستخدم موديلز هذه قاعدة هنا اشلون تكون السؤال تستخدم الموديل الموجودة عندك الموديلز او انت اللي تريد تستخدمها يوجد سبجيكت الفاعل وعادة ان يكون يو او اي شخص مطلوب انفينيتيف فعلا مجرد وبعدين التكمله الجمع هذه طبعا القاعدة لازم نحفظها طلاب الاغزاء على مودي نعرف نسوي سؤال عليه حسا نجي اطلب رخصة والدك لاستخدام السيارة استخدام سيارتي هنا كلمة تذكر معناها اطلب رخصة الرخصة اطلب رخصة والدك لاستخدام سيارتي هل يمكنني استخدام سيارتك؟ هل يمكنني استخدام سيارتك؟ هنا مثل ما تشوفون لانه استخدام سيارتك استخدمنا السيارة هل يمكنني استخدام سيارتك؟ هل يمكنني استخدام سيارتك؟ اطلب رخصة اطلب رخصة اطلب رخصة اطلب رخصة جيدة للامتحام؟ اكو ملاحظة بسيطة اعزائي القلبات طبعا هذه الملاحظة هي مهمة ايضا انه المصينت هي الوحيدة من هذه الادوات ما اقدر استخدمها بالاسئلة يعني انها ما اقدر اقول مصينت يوستادي هارت فورد اكزام انها ما اقدر استخدم مصينت لازم تكون شده المصينت تستخدم بالتاج قوشنز اللي فقط بالاسئلة الديلية يعني تجينا جملة مثبتة مستخدمين بها مصينت فبما انه هي فعل مساعد نسوي نفي ونستخدمها كسؤال تاكوشن يو مصت سبيك هنه اعبا اقول الجملة الجملة مثبتة مصت بيها استخدمنا بشكل مثبت فمن اجيات اسوي سؤال تاكوشن استخدمت مصينت يو مصت سبيك بولاكلي مصينت يو اذكركم معنا الاسئلة الديلية انه معناها اليس كذلك يجب ان تتكلم بصورة مؤدبة او تتكلم بادة اليس كذلك اليس كذلك ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الدرس بخصوص الموديل بيربس اعزائي الطلبة والى لقاء ثاني في درجة جديد من دروس الصف الخامس الاعدادي اشتركوا في القناة